وجه مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني رسالة بشأن الأوضاع الحالية في البلاد وقال إننا نتابع باهتمام التطورات الأخيرة ونرحب بأي خطوات تسهم بحل الأزمة ومنع الانهيار أو الفوضى وأن أي تغيير ينبغي أن يأخذ بالحسبان حقوق المكونات كافة وأن يكون وفقا للآليات الدستورية ويهدف إلى استثباب الأمن والاستقرار وفرض حكم القانون ويحقق المطالب العادلة لجماهير المحرومة مدينا قتل الأبرياء والعنف المستمرة